اهلا بكم متابعة عن فستاذير كيفما كتبتون انتظروا الآن في تغسط بال وهو منتجة صحية اليوم جينا بغي ندعو المنججات الصحية بصفة عامة ولكن معنا اليوم ايمان متقي بصفتها مالكة للمنتجة وفي نص الوقت ستتقربنا كتر من المنتجات ديالى وتعرفنا كتر على المنتجات الصحية اللي عرفت بحد الانتشار في الاوينا الاخيرة وشنولك يميز المنتجات ديالى. اهلا بسية ايمان. شكرا شايمة. على سؤال جالك كيفما كتبتون كتبتون مراوضة تببية واخصائية في تجميل تبي وتخصيص تبي. الوصدر تيغازفيلد ديجا إليكزيست هذي من 2014 داكو. الوحكم أنني أنا تنخدم بزاف مع النساء وتنقدم خدمات الليساء. فكرت أنه معلاش الله أنني ندير واحد لنكبر المشروع وندير هذ المنتجة الصحي باش مني تجيل عندي السيدة للخدمات تجالها اللي كانت كدير معي في تيغازفيلد تقدر تدير الخدمات اللي في المنتجة الصحي اللي هما معتمدين أساساً على الوبيانات تخو على غلاكسات شان ممكن لها تطلب شعرها في وجهها في ضفيراتها يديها رجليها تدير حمام تدير أمساج غلاكسة كيف ما كتعرفو بين سور في هد الأوين الأخيرة ولا في هد الوقت اللي احنا عايشين فيه دابا كان بزاف ديل الوسترس ديل الوليدات ديل الخدمات ديل هذا دونك باش سيدة تخرج من ذاك القوقع عديل الوسترس وتجيل ودير الخدمات ديلها مثلا الدعاف ولهذا وممطن تقدر تدير مثلا أمساج ولا تدير حمام وبین سور الحمام حمام متطور لسور ميديكال اللي يكون حمام انديفيدوال وبحكم بین سور انه هو ان سنتر ميديكال ولا محل ولا مركز طبي حتى الناس اللي يخدامين وقديروا الحمام يسن فرمي بطريقة انهو ميدروا الحمام توت ان ريسبكتان للاسيركولاسون سنغين يعني دورة داموية يعني ما تيداش الحمام بطريقة عشوائية وسي ان ريسبكت تناخدو بعي الاعتبار جميع الامور اللي مرساشو اللي تكون ان كنت خانديكال صند الحمام يعني تنقدرو حنا ناخدو هاتش بعي الاعتبار لان منتج gens صحي وبحكم بيان سور الفور ماستان جليلة هي ميديكال حتى الوشوى ميديكال للي تنختار تنختار دي بخودة دي كاليدي اللي ما غير يقدرووش درول ناشي حساسية اللي بالنسبة المونتجات ديsud beaucoup منتجات الجرع منتجات ديالشعر ديالتي تنختار دي بخودة دي كاليدي اللي ما تكونش فيهم شيء آتار جانبية بالنسبة لسيدة والاتكل اللي بخودة ديكالي اللي ما غير سبوش هنا بشكل صحي نحن نلاحظ في الأولى الأخيرة مع الانتشار ديل هاد المنتجات الصحية انتشروا أيضا مجموعة من الممارسات اللي كتتمارس داخل هاد المنتجات الصحية اللي كتشوه باقي صورة ديل باقي المنتجات اللي كتتحتار من المعايير اللي مصابعة فبنسبالك كيفاش نقدر الميزو بين المنتجات اللي غلمشوا ليهو ما غاديش نتأطروا أي أطر علينا سيلبا وبين المنتجات اللي فعلا غلمشوا ما نخافوش من هادوك الخدمات اللي غتقدم لينه ألوك بالنسبالي هو على حسب صاحب المحل والناس بانسور لي خدامين إلا كانوا الناس خدامين ناس عندهم ديبلوم كيسوم كاليفي كان ضن أنه أنا زعمام في بلاصة شخص واحد آخر غادي نتقفى هادوك الناس وغادي ننجيل عندهم يعني ما غاديش يكل واحد دير غير دير منتجاح يعني غرض تجاري وهاد شي كي يكون داخل في الفرماسون في الواحد كما إليه في واش كي يحترم داك المعايير ديال السلامة بيانسور كسواء في الحمام ولا في الماساج ولا في يعني أنت يا كتتقولي بأن أساسي بأن المنتجة والناس اللي خدامين فيه يكون عندهم ديبلوماس يتخول ليهم أنهم ينديروا هادوك بيانسور بيانسور باش حتى غاقي السخر إلا كان مشكل غايعرف يتعامل معه وغادي عرف يعتق الموقف وشنو هما الأكثر الخدمات اللي الأكثر طالبا عندكم؟ أحياناً لأن الحمام ستنكل جغى عندنا هنا مغربة هي شي حاجة لي من تنقدرش نستغنى عليها أخصي كدروري يدر الحمام مرة في سمانة مرة في شو سيمانات وخاق مام في صيف الناس كان يقبل على الحمام بيانسور كان يقبل على لسوان ديال الشعر كيف ما قلت لك لشوى ديالسوان أنا شخصياً ما تنمشيش مع الموضة ما كان مشي مع الفيكاسيتي وتنمشي مع الموضة اللي ما غادش يدر ليه مثلاً أثر جانبية على السيدة ما شي أي حاجة عند أني في دو موضة أنا غادي ندخلها ما قلت لك كان تن حريصة على لشوى ديال المنتاجات وبالنسبة للمنتاجات شرتي قبل أنك تتحاول أنك تستعيني بمنتاجات طبيعية في صنوة طبيعية اللي كتذكرنا بإيامات ديال جداوات ديال النواع فهد المنتاجات قلت لك تدخل عليهم تحسينات يعني اللي كتواكب العزر لا ماشي أنا اللي كان تتخل عليهم تحسينات لأنه هذا ماشي اختصاص ديالي وأنا كان أمن بواحد القضية أن كل واحدوا التخصص دياله تنمشوا عند أهل اختصاص بيانسر الحمد لله دا بعنا ديالا بوغات وغاة كيسان فريمان تخياني فيه اللي أنا تنقل لهم مثلا لاماتيخ بريميار مثلا لك النيلة أو العكار فاسي أو العود أو هذا تنقل لهم فلا بغيت هاد لاماتيخ هادي ندير بيها الحمام باسك كيف ما وقت لك كنا تنسمعه هاتي وشفنا جداواتنا بيانسور كيفوزة ديالي ولكن أنا ما نقدرش ناخد الغيس كنجي وانا ندير لها بريباراتون كاللوغ كأنا مشير خدماتيه هاديك غادي نمشي عند اللابوراتوار وشركة اللي كتصوب هاد المونتاجات غا نقول لهم مثلا بغيت هاد البروديو أباس دوني لا زرقه وكنخلي هو كيصوب لها بريباراتون بيانسور كما تنمشي عند أهل اختصاص حتى بريباراتون والمواد اللي مستعمل لديك بريباراتون ما غا يدرونيش مثلا شي مشكل شي اريخ جي ولا هذا كنتق فيهم قبل وجربت لبروديو ديالهم بلا كنا انا اي حاجة كاننجربها علييا سنجربها انا إلى ما كان نشفي ها مشكلة صافي تن تن من ربوزها كيف ما قد لك ما جانو سيبا افيدهم استgra criminال علاجات أجلا اللي تكون اليها ايقبال فلا بوض ان انا نسوله الى التمان فبنسبة للأتمين اللي عندك في الصندق ديالك فالانا بجموعة من الناس عندهم تخوف انفاك يسمعوا سبا او المنتجع صحي كي تكون عندهم حال تخوف من التمن فشنو كسو بغير تقول لهاد العينة من الناس على غمن بعد الجائحة ديالكورونا كلنا التاجئنا للحمام انديفيدويل بيالسر السلامة ديالنا ما بقناش ضيور مدة والحمامات هادا كانوا شادين ايطو هادشي خلا يكون واحد اقبال كبير على الاسبا انديفيدويل وانا بالاكس جسوي داكوغ بغلالسبا انديفيدويل وخادة بارها كورونا انقذات وما بقات ويدا ولكن ماشي غير تفاديا الكورونا ميماني كان دير انسبا انديفيدويل كان تنإفتاي بزاف ديال الحوايج تنإفتاي كون عندي ديسنفكشون منسبة العيالات الحمامات هادا ما تيكونوش دوك اليجيين ديال النضافة ما كيكونوش محتار من بزاف دونك تقدر المرامة تنجع اينا فكشون اينا فكشون في داتها دونك مني غانمشي لانسبة انديفيدويل اللي انا متأكدة انهو وانا حريص على الهيجيين اوسي كانين دي برودي ديسنفكتان اللي كدروا مر كل استعمال اللي كاتسالي سيدا تتن ديسنفكتو بيانسور باش نحافظو على السلامات ديال سيدا باش نجاوب عالسؤال ديالك بنسبة للأتمينة للأتمينة جد مناسبة سيلي بخي ديال المارشي اغلغ سي اغلطير ديال CONSECON ديالك بنسبة لحمامات اللي اغلطي تختار من سانسكين ديالك حتى لكاتسان ديالك كل واحد شنو بغى هو في هاداك الحمام لا بنسبة للحمامات ولا بنسبة حتى الخدمات الخرين ديال الشعر و ديال لا مانيكور لا مانيكور نوعنا ما كنا واحد لها كونكورنس دي لويال في هذا الدومين هادا ولكن صراحة أنا بنسبة لي اللي بخي اللي أنا ديرال حسب لكالي تكي جوفر بنسبة لكالي تكي ديو سربي سيدي بخي كي سنتري ريزوناب على سير سكورونا نوع من مكان خسنن نختمو ولكن مني جبتي الكورونا عندما كنتم من أكتر الناس اللي اضطروا في الجائحة دي الكورونا عندما كنتم تسدو المحلات فشنو أترس فيكم كورونا اللي ماتنا ما أترس فينا أترس فينا كيف جميع الناس كيف هي جائحة كنا خايفين على رأسنا على ولداتنا على هذا بالنسبة لخدمة كيف ناس كاملين بيأسر ومنا أغيتي عندنا دي شارج عندنا دي شارج عندنا دي شارج ناجو برسونيل سنوغمال تقصينا ولكن الحمد لله دازت يا جائحة عالمية دوك العالم كله متأثر ولكن الحمد لله اللي بلوز أبغطان هو أنه تعلمنا شي حويش في كورونا واستفدنا شي حويش في دي شارج حب حكم ناجو سناف دي شارج وعرفنا ولادنا كتر وعرفنا عائلاتنا كتر ولكن الحمد لله دازت و ولا في كنتينو ما تلقيتو شي دعم لا ما تلقيناش دعم ما تلقيناش دعم أه 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 على ما تستفهم ما تلقيناش صراحة أنا مطلبتش الدعم أناش خسير ما تلبيش الدعم حيث بالنسبة لي أنا كان ذاك الدعم اللي غادي ناخد أنا واحد آخر محتاجه كثار مني واحد آخر أولى بي في انسيطواصي نقل مني بزاف دونك جاي بخيفة غير ما نطلبوش وباش يسافدوني واحد آخر شكرا شكرا بزاف للا إيمان كان هذا هو لقاءنا اليوم ومشاهدينا كانت معنا إيمان متقي صاحبات المحل دي المنتجة الصحي فتحدثنا بزاف على هاد المنتجة الصحية وشنو هما الحدمات اللي كتوفرها وشنو اللي كيميزها ومجموعة من الأمور الأخرى فهذا هو لقاءنا اليوم على أمل أننا نتلقى وكون في لقاء جديد إن شاء الله قريبا وفي موضوع جديد السلام عليكم